تفاعلوا مع قناتكم النهار أول قناة إخبارية في الجزائر تابعوا تغطيتنا المستمرة والحصرية عبر موقع اليوتيوب عرض إلى إبادة جماعية إثرهجو من جويم الطائرات الحربية الفرنسية أدى لاستشهاد مئات المواطنين العزل والذين لا تزال قبورهم شاهدة على حجم الكارثة البشرية المرتكبة نذاك أيمان عبد الرحيم ونجم المكرش في هذا التقرير بهذه المنطقة الجبالية الرمان بولاية جيجل كان السوق الأسبوعي الذي يقوم بزيارته مئات المواطنين خاصة منهم المجاهدين قبل أن تعرف المنطقة إبادة جماعية إثرهجوم عسكري مفاجئ للطائرات الحربية التابعة للمستعمر الفرنسي غزاة عليها بالطائر لهذه البلاسة بالضبط يزد مصالهم بالطائر بهم برده لكاتس السوق عامر نورمال طائر بالأسكر بكل يزد مصال البلاسة هذه باش يتسبسوش ديهودي كاين استشهد وقتها مئات المواطنين العزل والذين لا تزالوا قبور بعضهم شاهدة على حجم الكارثة البشرية المرتكبة في حق سكان المنطقة هو معلم تاريخي رايحين بإذن الله ننجز معلم تذكاري يعبر ويخلد يخلد المجازر المرتكبة والشهداء الذين استشهدوا في هذا المكان رايح يكون بإذن الله هذا المعلم التاريخي حتى نحافظ على الداكرة والتاريخ للأجيال إن شاء الله شهادات حية لبعض المجاهدين الذين عاشوا الواقعة التي يعود الحديث عن حقيقتها وحجم جرائمها اليوم بعد مرور قرابة نصف قرن وذلك قصدت هل أعجبكم الفيديو؟ اشترك سجل تعليقك أو موقفك أسفل الصبح لأن رأيك يهمنا إيجابيا كان أو سلبيا لأننا نهتم كثيرا بوجهة نظركم ترجمة نانسي قنقر